ونروح لأستاذ سامح هسأحرك بقى من وجهة نظر الزوج والزوجة يعني غياب الزوج عن البيت ايه تأثيره على الأسرة؟ أكيد غياب الزوج عن الأسرة بشكل عام بيكون تأثيره سلبي وقبل كل الأسرة والأطفال الزوجة اللي اخطأت ان ده يكون شيك حياتها وانه يكون سندها وانه يكون أمانها وانه يكون اليافريق اللي في سكة في الجزء اللي فاضل من حياتها يعني خلاص هي عدة الطفولة والمراحقة والنهاردة وهي شابة بتبتدي حياتها وبتكملها مع حد وفجأة هذا الزوج يختفي فوسوأ كنا بنتكلم على الزوج لما يختفي فعليا او الزوج يختفي معنويا وده الأصعب بيكون ليه تأثير عميق جدا على الزوجة وبيكون ليه ماردود سلبي لأنه بيكون للأسف الطرف التاني بيكون يعني فيه بعض محتاجه وربما في بعض الأحيان قادر يعبر عن ده وربما بيعيش المأساة دي لوحده يبما ينجح يقدر يعبر 30% من الأسر المصرية تعولها المرأة المعيلة المرأة المعيلة دي مش كلهم أرامل مش كلهم أزواجهم توفوا لكن فيه منهم اللي أزواجهم قرروا بنوع من الأنانية أن هما يسيبوا البيت أو أن هما يكونوا يختفوا أو أن هما ينفصلوا مش دايما الست بيكون يعني يعني يعيها موجود في الحادثة دي يعني طبعا فبنتخيل بنتخيل طبعا كل الأعباء الاجتماعية كل الأعباء الاقتصادية كل الأعباء النفسية على المرأة الوحدة الزوجة دي بقت مطلوب تقوم بها الوحدة فأكيد يعني غيابه كزوج بيكون تأسيره قوي جدا مش كل السيدات يعني في حالة بقى وجود أطفال مش كل السيدات بيقدروا يتخطوا المشكلة دي وعشان كمان ينتبهوا أن هما يعوضوا ضيق أب يعني مش بس أزمة غيابه كزوج لكن كمان أزمة غيابه كأب فالست بيبقى عندها يعني عقبتين في منتهى الضخامة عقبت غيابه كزوج وأنها تعوض غيابه كأب وده أكيد شيء ظالم جدا أنه يطلب كل المجهود ده من طرف واحد طبعا هي نفسها في أشد الإحتياج لي ومش لقياه وبتحاول تعوض مكانه بالزبط بالزبط